اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول مناظرة بين الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وبين أبي قرى وهو من فقهاء وعلماء العامة حيث أن أبا قرى كان يزعم أن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش جلوسا حقيقيا وأن الله محمول الملائكة حملت العرش كان يزعم أنهم يحملون العرش فهم يحملون الله سبحانه وتعالى في الجلسات الماضية بينا أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أبطل استدلالات أبي قرى وبين أن العرش هو محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وليس الله هو المحمول لأن الله سبحانه وتعالى ليس جالسا جلوسا حقيقيا على العرش وإنما استوى على العرش بمعنى استولى عليه سيطر على الملك فلما لم يتمكن أبو قرى من نقض كلام الإمام من جهة الدليل العقلي ومن جهة القرآن الكريم إضطر إلى أن يستدل بروايات موضوعة وهنا تكم مشكلة كبرى بأن هناك روايات كثيرة وضعت كذبا وافتراءا ونسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله زورا وبهتانا فإنه كان هناك مجموعة من الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حي في زمان حياته حتى أنه قال كثرت علي الكذابة أو كثرت علي الكذابة يعني الجماعة التي تكذب عليه ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله بشدة فقال فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني يحجز له بكذبته هذه مقعدا في نار جهنم فإذا كان في زمان الرسول يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله فما بعد زمان الرسول كان حريتهم في الكذب أكثر وخاصة بعض الجائرين كانت لهم أهواء والسياسات ترتبط من مصالحهم الشخصية فكانوا يريدون تبرير تلك السياسات والأعمال فوضعوا أحاديث على لسان الرسول صلى الله عليه وآله كذبا وافتراءا عليه صلى الله عليه وآله تبريرا لأفعالهم بأن هذه الأفعال إنما أمر بها الرسول أو قام بها الرسول بنفسه وكان هناك وععظ من الصلاطين يقبضون أموال من الحكومات الجائرة والصلاطين الظالمين فكانوا يضعون الأحاديث ثم جاء من بعدهم وتصوروا وثاقة هؤلاء فرواوا تلك الأحاديث وشكلوا عقيدة لدى أتباعهم والأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانت من أكبر همومهم ومهماتهم تنقيح الروايات ببيان المكذوب منها من الصحيح ثم بيان الحق وبحمد الله هناك ميزان جعله الله سبحانه وتعالى لمعرفة الحق من الباطل وهو القرآن وأهل البيت ولذا الرسول صلى الله عليه وآله ترك هذين في أمته إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وهناك الأئمة عليهم الصلاة والسلام بيّنوا ميزانا وهو أنه أي حديث يعرض على القرآن فإذا خالف القرآن يضرب به عرض الجدار مثلا القرآن الكريم يصرح في آيات متعددة لا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة أنت إذا فعل أقرباءك شيئاً أو فعل جيرانك شيئاً أو فعل ناس آخرون شيئاً وأنت لم تكن سبباً في تلك الفعلة ولم تتمكن من أن تنهاهم عن المنكر أو نهيتهم عن المنكر فلم يرتدعوا هل أنت مسؤول عن فعلتهم كلا لا تزر وازرة وزرة أخرى لكن هناك رواية يرويها بعض تروى في بعض الكتب أن الميت يعذب ببكاء أهله إذا واحد مات وهو في قبره إذا أهله بكوا عليه فالميت يعذب هذه الرواية موجودة في بعض صحاح العامة هذه الرواية تعارض القرآن هذا الميت المسكين ما ذنبه إذا زوجته بكت عليه مثلاً لماذا يعذب هذا لا تزر وازرة وزرة أخرى فالرواية تعارض القرآن الكريم وأي رواية عارضت القرآن الكريم فهي زخرف فهي باطل هي لم تصدر من الرسول ومن الأئمة عليهم الصلاة والسلام نأتي إلى بحثنا أبو قرع حينما لم يتمكن إثبات أن الله محمول لا من العقل ولا من القرآن إذ طرعاً يتمسك في بعض الروايات من جملة هناك رواية يرويونها أن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على أحد يثقل بحيث أن العرش يثقل فيبين الثقل على أكتاف حملة العرش فهؤلاء بالثقل الذي يزداد على أكتافهم هذه الرواية الموضوعة هكذا تقول يشعرون بأن الله سبحانه وتعالى قد غضب فيسجدون فلما تخف كواهلهم يلتفتون إلى أن الغضب زال من الله سبحانه وتعالى حسب ما تزعم هذه الرواية فيرجعون إلى مواضعهم لأنهم مواقفون وحاملون العرش فإذا سجدوا خرجوا عن مواضعهم فإذا زال الغضب يخف العرش مرة أخرى فيرجعون إلى مواضعهم من قيام هكذا رواية وضعت على لسان الرسول صلى الله عليه وآله أبو قر يأتي ويستدل بهذه الرواية لإثبات أن الله محمول والعياذ بالله هنا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبين بطلان هذه الرواية من جهتين جهة نقلية وجهة عقلية أما الجهة النقلية هو أن جميع المسلمين شيعة وسنة وخوارج وغيرهم من فرق المسلمين هؤلاء متفقون على أن الله سبحانه وتعالى غاضب على إبليس حينما استكبر ولم يمتث الأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى غاضب على إبليس من ذلك اليوم وإلى الأبد الله قد غضب عليه الإمام يسأل أبا قره الله حينما غضب على إبليس هل رضي عنها أم لا الجواب كلا لأن إبليس مستمر في استكباره وفي تماديه وفي غيه فالله سبحانه وتعالى لم يرضى في يوم من الأيام عن إبليس فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى من ذلك اليوم غاضب إلى يوم الدين ولم يخف الغضب عند الله سبحانه وتعالى فكيف أنت في هذه الرواية تقول الملائكة يشعرون بغضب الله الملائكة حملت العرش فيسجدون فإذا زال الغضب من الله سبحانه وتعالى رجعوا إلى مواقفهم هذا الأمر المتفق عليه بين المسلمين أجمع من غضب الله على إبليس معناه أنه الثقل يكون مستمر دائما ومعنى ذلك أنه لا يخف الغضب بحيث أن الملائكة الحملة يشعرون بالخفة فيقومون عن مواضعهم هذه الرواية التي ترويها يا أبا قرى تخالف ما اتفق عليها المسلمون الله سبحانه وتعالى دائما غاضب على إبليس فبناء على روايتك هذه لازم دائما يكون الثقل موجود على العرش ودائما الملائكة تكون الحمل للعرش تكون ساجدة مع أنك تقول بأنه وروايتك تقول بأن الله سبحانه وتعالى يخف غضب أو يزول غضب وهؤلاء يرجعون إلى مواضعهم هذه معارضة هذه الرواية لما اتفق عليه المسلمون ثانيا الجهة العقلية وأيضا هي جهة تدل عليها الأدلة معنى كلامك أن الله سبحانه وتعالى يثقل والعياذ بالله الغضب إذا كان كغضبنا هو حالة نفسية كيفية نفسانية أنت تشبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق مع أن الله ليس كمثلي شيء إذا أنا أغضب هذا غضبي حالة وكيفية نفسانية هذه الحالة والكيفية النفسانية توجب تفريغ طاقة زائدة وهذه الطاقة الزائدة توجب شعور بزيادة الوزن هو مو زيادة في الوزن وإنما تفريغ طاقة هذا بالنسبة للإنسان شوف أنت إذا تقف على الميزان مثلا هذا الميزان الذي يبين وزن الإنسان إذا تقف عليه وقوفا عاديا مثلا يبين أن وزنك مثلا ستين سبعين ثمانين مئة لكن أنت شوي أضغط رجلك الوزن يزداد لماذا؟ لأنك فرغت طاقة الإنسان عندما يغضب هذا الغضب يسبب تفريغ طاقة زائدة فلذلك إذا هو مثلا محمول هذا الحامل يشعر بثقل لماذا؟ لأن طاقة زائدة من جسم هذا الغاضب فرغت هذه كيفية نفسانية فيغضب بعد فترة هذا الغضب يزول ترجع الحالة إلى حالتها الطبيعية زين إذا أنت تفسر غضب الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الذي يستلزم تفريغ طاقة ويستلزم ثقل فهذا تشبيه لله سبحانه وتعالى بمخلوقاته مع أن الآية المحكمة في القرآن تقول ليس كمثله شيء فغضب الله سبحانه وتعالى ليس كغضبنا لا يشبه غضبنا غضبنا كيفية نفسانية والله منزح عن الكيفيات النفسانية غضبنا يوجب التغير في ذاتنا أنت لم تكن غضب غضب ثم رضيت هذا تغير والله سبحانه وتعالى منزح عن التغير فكيف تشترأ يا أبا قر بأن تنسب التغير إلى ذات الله سبحانه وتعالى نحن فيما مضى مفصل بينا أن غضب الله أن رضى الله سبحانه وتعالى وأمثال هذه الصفات التي وصف بها الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة المطهرة هذه الأوصاف تختلف عن الأوصاف التي نتصف بها نحن لأن أوصافنا كيفيات نفسانية والله سبحانه وتعالى منزح عن الكيفيات النفسانية وإنما غضب الله بمعنى عقابه رضى الله سبحانه وتعالى بمعنى ثوابه وقد مر هذا البحث مفصلا فإذن هذه الرواية التي أنت ترويها يا أبا قر بأن الله إذا غضب يثقل وزن يزداد هذا الثقل يأثر على العرش حملة العرش يشعرون بهذا الثقل فيسجدون فإذا خف الغضب أو زال الغضب التفتوا وأدركوا زوال ذلك الغضب بسبب خفة العرش فيرجعون إلى مواضعهم هذا الزعم يعارض ما اتفق عليه المسلمون وأيضا يعارض العقل والأدلة الأخرى هذا المقطع الأخير من هذه الرواية نحن نتبرك بتلاوة هذه الرواية وشرحها بشكل مختصر على الورق قال أبو قر فتكذب بالرواية التي جاءت يعني خاطب الإمام الرضا أنت هاي الرواية تكذبها الجواب نعم هذه الرواية موضوعة هذه الرواية كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله مع بيان وجه كذب هذه الرواية فتكذب بالرواية التي جاءت أن الله إذا غضب إنما يعرف غضبه أن الملائكة الذين يحملون العرش يجدون ثقله على كواهلهم كأنه يتصور أن الله جسم وعندما يغضب كالإنسان الغاضب يزداد وزنه باعتبار تفريغ الطاقة فالذين حملوا العرش يشعرون بهذا الثقل يجدون ثقله على كواهلهم فيخرون سجدا لأنهم يعلمون بأن الله قد غضب يسجدون لله سبحانه وتعالى فإذا ذهب الغضب خف مثل الإنسان إذا الغضب انتهى تفريغ الطاقة هم ينتهي الوزن يرجع إلى الوزن الطبيعي ورجعوا إلى مواقفهم زين هذا أشبه بفيلم ينسبون الله سبحانه وتعالى إلى هذه بهذه الأمور التي هي نقص في الله سبحانه وتعالى طبعا من أسباب انتشار هذه الروايات المكذوبة أن أحد أحبار اليهود وكان يسمى كعب وأضيف إليه الأحبار كعب الأحبار هذا الرجل أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله يعني تظاهر بالإسلام فجاء إلى المدينة واستوطن في المدينة المنورة وباعتبار أنه كان حبر من أحبار اليهود إلى علم بالتوراة هذا وضع لتفسير القرآن في المسجد النبوي الشريف يعني ترك الصحابة ترك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ترك الذين كانوا يحضرون في مجالس الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء كلهم تركوا ومنعوا وصار مفسر القرآن واحد يهودي أسلم للتو ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله فبدأ يفسر القرآن بمرويات التوراة المحرف فأدخل الإسرائيليات بين المسلمين ثم الأنكى من ذلك والأسوأ هو أن بعض من رووا عن كعب الأحبار من الصحابة أو من غير الصحابة إما أخطأوا إما تعمدوا إما من بعدهم أخطأوا أو تعمدوا فنسبوا كثير من تلك الأقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يعني فلان واحد زيان نسب الكلام إلى الرسول أو هو نسب إلى كعب الأحبار الراوي عنه دلس فنسب كلامه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وهذا سبب أنه في كثير من الكتب حتى في صحاح العامة تدخل كثير من هذه الروايات منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله زيان من جملة هذه الإسرائيليات المتعلقة بالتوحيد التجسيم دخل في المسلمين عن هذا الطريق من جملة هذه الرواية المكذوبة نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وآله الإمام الرضا كيف يجيب فقال أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام جواب بما اتفق عليه المسلمون وجواب عقلي أما الجواب الذي اتفق عليه المسلمون أخبرني عن الله تبارك وتعالى منذ لعن إبليس حيث استكبر إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يخاطب إبليس وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه لأن إبليس مستمر في تمرده بل زاد تمرده في السجود في عدم السجود لآدم عليه الصلاة والسلام بمحاولات إغواء وإضلال ذرية آدم وتحدى الله سبحانه وتعالى فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين زين الله عندما لعن إبليس إلى يومك هذا فمتى رضيه هو غضبان عليه فمتى رضيه الله غاضب عليه لم يرضى عليه زين بناء على كلامك وهذه روايتك المكذوبة لازم العرش يكون ثقيل من ذلك اليوم إلى يومنا هذا فكيف تروي في هذه الرواية أنه إذا خف الغضب زين رجع الملائكة حملت العرش إلى مواقعهم لأنه يشعرون بالخفة ماكو زوال للغضب ماكو خفة للعرش حسب كلامك دائما غضب فدائما ثقل فهذه الرواية تعارض ما اتفق عليه المسلم فمتى رضيه وهو في صفتك يعني في وصفك أنت وإلا الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وهو في صفتك لم يزل غضبان عليه وعلى أوليائه وعلى أتباعه فبناء على صفتك لازم يكون ثقيل ولازم العرش يكون ثقيل ولازم هذه الملائكة هؤلاء الملائكة يكونون سجود من ذلك الوقت لا يومنا هذا مع أنك تقول أنه يذهب الغضب فيخف العرش فيرجعون إلى مواقفهم فهذا الجهة الأولى في بيان بطلان هذه الرواية وتعارضها مع ما اتفق عليه المسلمين ثم الجهة الثانية كيف تشترق هذه جرأة يعني واحد يجي يصف الله سبحانه وتعالى بصفات النقص أي جرأة أكبر من هذه الجرأة لواحد يجي يتعدى على التوحيد ينكر صفات الله سبحانه وتعالى ويثبت له صفات نقص ويفسر صفات الله بتفسير يستلزم النقص زورا وبهتانا كيف تشترق أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين نحن في ما مضى مفصل ذكرنا أن القديم واجب الوجود الذي وجوده ضروري لم يكن لعل وإنما هو الأول هذا يستحيل عليه التغير لماذا؟ لأن التغير معناها الاحتياج إلى حالة جديدة والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون محتاجا التغير ينافي ضرورة الوجود لأن ضرورة الوجود بمعنى أنه عدم الحاجة إلى علة التغير هو بحاجة إلى علة من حالة إلى حالة فهذا ينافي ضرورة الوجود ويستلزم إمكان الشيء التغير معنى أن الصفة السابقة الآن صارت صفة نقص والصفة الجديدة الآن صارت صفة كمال فمعنى ذلك أنه تبادل حالات النقص والكمال على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وكل هذا مستحيل فالتغير في ذات الله سبحانه وتعالى محال وإنما الذي يتغير هو المخلوقات لا الله سبحانه وتعالى وهذا قد ذكرناه فيما مضى مفصلا ذكرنا عالم إذ لا معلوم علم الله لا يتغير المعلوم يتغير لم يكن موجودا ثم كان لم يكن مخلوقا ثم خلق أما الله سبحانه وتعالى في ذاته لا يوجد أي نوع من التغير كيف تشترأ أن تصف ربك بالتغير من حال إلى حال وأنه يجري عليه ما يجري على المخلوقين بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن يرد كلام أبي قر بالدليل يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى لأنه إحنا أو أي واحد من المؤمنين إذا سمع واحد يتجرأ على الله سبحانه وتعالى لازم يكون إلى موقفيا الموقف الأول الرد هذا الكلام الباطل وجادلهم بالتي هي أحسن الموقف الثاني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والتبرع إليه من هذه الأقوال الزائفة الباطلة سبحانه وتعالى سبحانه هذه صفة تنزيه يعني أنزهه تنزيها وتعالى الله سبحانه وتعالى أعلى من هذه الأمور هذه النسب الباطلة أنت تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى لكنها لا تضرر الله سبحانه وتعالى لأنه أسمى وأجل من أقوالك سبحانه وتعالى لم يزل مع الزائلين الأشياء تزول من زال يزول الله سبحانه وتعالى لا يزول صفاته الذاتية هي عين ذاته لا تزول لا تتغير من حالة إلى حالة لم يزل مع الزائلين هو الله سبحانه وتعالى الأشياء تزول والله لا يزول كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ذات الله سبحانه وتعالى ولم يتغير مع المتغيرين صفات الله لم تتغير الصفات الذاتية علم الله سبحانه وتعالى لم يتغير في الأزل الله يعلم بكل شيء الآن ما يحدث في العالم هل زاد الله علما؟ كلا لأن الله من الأزل يعلم بكل هذه الأمور فلذلك الله صفاته لا تتبدل ولم يتغير مع المتغيرين ولم يتبدل مع المتبدلين حقيقته لا تتبدل الإنسان حقيقته قد تتبدل صفاته قد تتبدل حقيقة الإنسان كان نطفة ثم تحول إلى جنين ثم إلى إنسان ثم بعد ذلك يموت ويتحول إلى تراب الماهية تتبدل الحقيقة تتبدل في الأشياء هذا العالم كله يعبر عنه بعالم الكون والفساد تتكون الأشياء ثم تمر بمرحلة طفولة شباب شيخوخة ثم فناء من السماوات والأرض والكواكب وما إلى ذلك لكن الزمان يختلف هذه مراحل كل شيء مخلوق يمر بها الله سبحانه وتعالى هل تتبدل حقيقته؟ كلا هنا الإمام يذكر ثلاثة أمور لم يزل مع الزائلين يعني لا زوال بمعنى أن ينتهي وجوده ويلحق بالعدم هذا مستحيل ولم يتغير مع المتغيرين صفاته الذاتية تتبدل كلا ولم يتبدل مع المتبدلين يعني حقيقته تتبدل كلا حقيقة الله سبحانه وتعالى لم تتبدل لا تغير في ذات الله سبحانه وتعالى أصلا من الأزل إلى الأبد بعد ذلك الإمام يكرر الاستدلال لأنه من أوجه البلاغة هو أن الإنسان ينتهي من كلامه بما ابتدأ به ويلخص الكلام في جملة مختصرة مفيدة تعلق في الأذهان يعني هذه مناظرة قويلة كانت بين الإمام وبين أبي قرة لكن الإمام عليه الصلاة والسلام في أخير الكلام يذكر خلاصة هذه الخلاصة تبقى في الأذهان ومن دونه في يده وتدبيره هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش وغير هؤلاء من الملائكة ومن الناس ومن الجن وسار المخلوقات الله لا يحتاج إليها لا يحتاج إلى حملة العرش ليحملوه هذا أصلا أمر غير ممكن كل هؤلاء يحتاجون إلى الله والله غني عنهم أنتم الفقراء إلى الله ومن دونه في يده وتدبيره في يده وتدبيره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وفي تدبير الأشياء أيضا التدبير بيد الله ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض كل ما في السماء ما في الأرض ما بينهما كله بتدبير من الله سبحانه وتعالى وإذا هناك ملائكة يدبرون الأمر والمدبرات أمرا فإنما هم ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى إذا هناك حمل للعرش هؤلاء يعبدون الله بهذا العمل لا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إليهم أو إلى تدبيرهم ومن دونه في يده وتدبيره وكلهم إليه محتاج كلهم يحتاجون إليه كما ذكرنا في أصل الوجود الجميع يحتاج إلى الله وفي استمرار الوجود الجميع يحتاج إلى الله وفي كل شيء الجميع يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى لأنه بيده ملكوت كل شيء إذا مثل ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى أقدر بعض أوليائه على بعض الأمور هذه القدرة ليست لهم بالذات إنما هي قدرة حباها الله إليهم يعني إذا عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يحيي الموت إذا يبرئ الأكمة والأبرص إذا يخبر بالمغيبات ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذا عيسى يقوم به ولكنه بإذن الله يعني الله هو الذي أقدره إذا عزرائيل يقبض الأرواح هذا بإذن الله وبقدرة حباها الله إياه إذا الأئمة الرسول صلى الله عليه وآله وعليهم السلام لهم الولاية التكوينية لهم الولاية التكوينية لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم هذه الولاية ومن يزعم أن هذه الولاية إنما هي منهم بالاستقلال فقد ألحد فقد أشرك هذا الغلو المخرج عن الملة إذا أنت تعتقد بأن معاجز الأنبياء أو الأئمة هذه بقدرة من الله سبحانه وتعالى هذا عين الإيمان بإذن الله هذا عين الإيمان ونطق به القرآن لكن إذا واحد إجا واعتقد أنهم بالاستقلال هذه قدرة من أنفسهم لا من الله فهذا غلو ومخرج عن الملة وكفر بالله سبحانه وتعالى فلذا الإمام يقول وكلهم إليه يعني إلى الله محتاج وهو غني عن من سواه لا يحتاج إلى أحد والله الغني وأنتم الفقراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله شكرا